بس سلام عليكم ازاكم يا شباب يا رب تكونوا كلكم بخير شباب تالت سنوي هنكمل مع بعض دلوقتي البورت التاني بتاع الهومورك بتاع lesson 1 lesson 2 مش lesson 1 طيب كنا قفنا عند السؤال 39 هنكمل على السؤال number 40 بيقول لي بقى السؤال number 40 electronic configuration of an iron of a transition element is not عايز electronic configuration بس مهمة قوي ان انا اخد بالي هو عايز electronic configuration مين هو عايز electronic configuration iron يا مستر يعني iron يعني حاجة يا مستر اكيد عملت lose electron واكيد مش افكر ان هي تكون عملت gain عشان انت بتتكلم يا مستر على transition والtransition بيعمله already losing electron مش gaining طيب فتعالا نبص مع بعض هنا انا عندي argon 18 4s1 3d5 فيه ناس هنا ويفت قدام الالكترونيك configuration ده شوية وده شيء مرفوض ليه قالت لك مستر 4s1 والمفروض الفور اس بيكون كام يا مستر المفروض الفور اس بيكون 2 فمعنى كده ان هي عملت lose 1 electron فتحولت من 4s2 4s1 قلت لهم حلم وروح بص على d لقيت الديب كام لقيت الديب 5 اه مستر 4s1 3d5 ده electronic configuration انا حافظه زي اسمي electronic configuration الكروميام بتاع مين بتاع السرقة يا مستر ودي حاجة احنا ما ينفعش ننساها تمام اوحاش حاجة موجودة عندنا في الشبط اللي بعد كده لقيت argon 18 4s2 3d0 فالناس قالت لي مستر 3d0 معنى كده ان دي خسرت منه الكترون قلت له حلو ده شيء جميل حلو قوي بقى تعال اتكلم معاك يا معل هو انت بتخسر الالكترونز الاول من الفور اس ولا بتخسرها من 3d فلاقيت الناس بتقول لي من الفور اس قلت له طب امال انت ازاي خسرا من 3d طب يا مستر معناها ايه 3d0 معناها ان 3d مفهاش الكترونز معناها ان الالكترونيك configuration بتاعك argon 18 4s2 وال3d0 دي احنا حطناها عشان نلغبطك انا ممكن اكتب لك اللي بعد 3d نكتب بقى يا مستر 4b0 ونكتب 4s0 ولا 5s0 و4d0 نقعد بقى نكمل الزيروهات عادي مع الزيرو دي معناها مفيش الكترونز يبقى انا ببص الاول على الاس هل الاس خسرانة الكترونز ولا لا فهنا الاس مش خسرانة فمعنى كده ان دي مش اين دي اكيد اتوم اللي بعده لقيت ارجون اتين اه هنا سأسكتو قليلا 4s0 و3d2 هنا يا مستر الاس خسرانة الكترونز هنا الاس يا مستر عملت كده لوز ما هونا بخسر من الاس ما هي اس زيرو وتأكدت لما بصيت على الD ان الD فيها الكترونز فمفروض الD بنبدأ نحط فيه الكترونز لما الاس يكون اتملق فمعنى ان الاس دلوقتي فاضي يبقى انا عملت لوز للكترونز من الاس وفيه الكترونز لسا بقية في الD فمعنى كده ان اللي قدامي دي هنا يا مستر تعتبر عين مش آتم فبالتالي الإجابة هنا تكون الإجابة C السؤال اللي بعد كده زي ننبره في أمبير دي إلكترون إن دي سبليفل إن ماجنيزيوم MNCL 2 عايز عدد الأمبير دي إلكترون فعشان عرف عدد الأمبير دي لازم أنا عارف أنا عندي MN كام فهنا يا مستر لما نحسب الـ MN هتنزل زي ما هي زائد الـ CL negative 1 بس فيه كام 2 يبقى times 2 equal 0 فمعنى كده من هنا الـ MN يا مستر بتساوي تاني وتالت ورابع أنا لما هاجي أشتغل على الـ MN هشتغل على الـ MN الأتم الأول هكتب الـ electronic configuration بتاعها أيوة argon 18 4S2 و3D5 حد يقدر يقول لي دلوقتي أنا عايز أجيب MN2 أخسر الـ elektron منين الأول هخسرها من الـ 4S2 فهيبقى عندي 3D5 يبقى argon 18 3D كام 3D5 عايز عدد الأمبير دي إلكترون عندك 2 options إنك ترسم أو تبقى عارف وأنا بفضل إنك ترسم هذه يا مستر الخمسة أوربيتالز واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة فهنا كده عدد الأمبيرد هما خمسة أمبيرد إلكترونز السؤال اللي بعده بيقول لي بيقول لي هنا عشان أحل السؤال ده أعرف بتاع الكروميوم في الحالات دي كلها وأكتب electronic configuration الكروميوم وأبدأ أخسر إلكترونز وأخسر إلكترونز واللي يكون بعد الخسارة 3D4 يبقى هو الإجابة يبقى واحدة واحدة كده يا مستر أول حاجة أنا محتاجة أكتبها electronic configuration الكروميوم العادي أرجون 18 عب بقى لما تقول لي 4S2 4S1 يا مستر و3D كام 3D5 هنبدأ أنا وإنتا نحسب الكروميوم بكام في كل الحالات أنا هنا عندي C2 ولا K2CR2 أو 7 الكيب كام بس في كام في 2 يبقى times 2 زائد CR بكام مش معاية بس في 2 CR يبقى 2 CR زائد negative 2 بس في كام في 7 يبقى times 7 الكلام ده equal 0 post of 1 times 2 post of 2 negative 2 times 7 negative 14 فأكني بقول post of 2 plus negative 14 يعني negative 12 تعدي النحية التانية تبقى post of 12 يبقى 2 CR بتساوي post of 12 divide 2 يبقى CR هنا بكام post of 6 يبقى أنا هنا CR6 post of فأنا محتاجة أروح أجيب electronic configuration CR6 post of نمسح بقى الكلام ده مش عايزينه في حاجة ونجيب electronic configuration CR6 post of يلا مستر عايز أخسر 6 1 من ال S و5 فهيكون electronic configuration argon 18 بس طيب أنا بظهر على argon 18 3D cam 3D 40 بقى معنا كده أن أول إجابة خاطئة السؤال اللي بعده يا مستر أو اللي تشوز اللي بعده لما أحسب هنا CR6 هيتطلع ب4 post of تعال نجيب CR6 post of هيكون يا مستر argon 18 هخسر electron من ال S و3 من الرجل المحترم ده هيكون 3D 2 طيب أنا عايز 3D cam 40 بقى دي كمان غلط تعال يا مستر نحسب هنا هنا فلما روح أجيب electronic configuration 3 post of هتكون argon 18 عايز أخسر كما أنا 3 1 من هنا و2 من هنا فمعنا كده مستر هنكون 3D cam 3D 3 هنا مستر الكروميام بتو بس تعال يا مستر نروح نجيب electronic configuration كروميام 2 بس هخسر 1 من ال S 1 من ال D فمعنا كده مستر argon 18 3D cam 3D 4 طيب أنا بدهار على cam argon 18 3D 4 فالوحيد اللي جاب argon 18 3D 4 هي الإجابة دي السؤال اللي بعده بيقل لي transition element x from the fourth period and six column in the periodic table الراجل ده موجود في الperiod الرابعة يعني في ال first transition series والcolumn السادس من الperiodic table وكده كده فيه توافق بين الperiod من اول واحد لسبع فمعنى ان انت بتقول الcolumn السادس فمعنى كده ان انت بطريقة غير مباشرة بتقول لي ان انت في group 6B ما كده كده فيه توافق عايز ال معلش هو مين موجود هنا في group 6B قال لي لو عايز احل السؤال ده بطريقة عكسية ازاي ما احنا بنعمل ان انا بدل ما بابقى عارف يا مستر الالمنت انا مش عارف الالمنت فهتطرح اللي بطريقة تانية سنوي اللي هو ايه مستر انت في group 6B صح فمعنى كده ان عدد ال valence electrons 6 طيب طالما انت في force period فانا كده كده عارف ان انا يا مستر بكون ns و n-1 دي اواحد عارف ان انا يا مستر كده كده طالما انا في force period يبقى 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 و 3D طيب مستر عشان اعرف عدد الالكترونز اللي موجود هنا فاحنا بنقول يا مستر طالما انت في group 6 هيبقى عدد ال valence electrons 6 فكنا بنعمل ايه السنة اللي فاتت هندي ال s حقها اللي هما اللي 2 electrons كده بقى معايف جيبي 4 electrons اللي 4 electrons يتوزع مستر فهلاقي هنا كام 4 post او 4 تمام فمعنى كده يا مستر ان انا هسرق هيبقى هنا 5 وهنا كام وهنا 1 طيب هو عايز لما اجيب triple i يعني triple i يعني 3 يعني اخسر 3 فهاخسر من هنا 1 واخسر من هنا 2 فمعنى كده ان انا هكون 3D 3 طيب مستر انت عايز ايه عايز هيبتنتهي بايه فهيبتنتهي ب3D 3 electronic configuration فالاجابة بتاعتي هتكون هنا مستر 3D 3 السؤال اللي بعده بيقول لي element x from the second transition series it's configuration in the atomic state in the bi D6 so the configuration of the element below it in the same column in oxidation state 3 بوستر السؤال ده شبه السؤال اللي احنا حلناه في الفيديو الاولاني انا بقول لك انت في second transition فانا عارف وانت عارف ان احنا بنكون ns وn-1d طيب مستر انت في second transition هي second transition في البيديو الكام في البيديو الخمس يبقى معنى كده مستر ان انت 5s و4d طيب مستر انت بتنتهي بD كام بتنتهي بD6 فالS لازم ياخد حقه يبقى 5s2 انا ما بتكلمش عليك انا بتكلم على اللي تحتك فاللي تحتك ده في البيديو او في n بتساوي كام 6s2 يبقى 6s2 وn-1 يبقى 5d 6 برد ومحنا نفسه الالكترونيك تنين من هنا طيب عايز فالسري بوستف هاخسر اتنين من هنا واحد من هنا يا مستر فبالتالي هاكون 5d كام هاكون 5d 5 هاكون 5d 5 يا مستر فتكون الاجابة 5d5 اللي هي الاجابة c السؤال اللي بعدك يا شباب بيقول لي what is the location of element which is electronic configuration end with 5d8 in the case of 3 positive oxidation state بيقول لك الراجل ده بينتهي ب5d8 اللي هو element اسمه مثلا نحط له اسمه x تمام في الoxidation state 3 positive يبقى هو لما بيكون 3 positive بيكون 5d8 انا عايز ال location طالما عايز ال location زي ما قلنا برضو رجعني الاصلي رجع اللي انت اخدته يعني رجع التلاتة الالكترون طيب مستر هو 5d8 مين اللي قبله المفروض كام اس زيادة واحد يعني 6s صح يبقى 6s الاس ياخد حقه اللي هو اتنين كده معايا جنيه في جيبي زيادة يبقى معناك كده ان 5d تزيد واحد تبقى 5d9 مستر مفيش 9 فيه 10 وفيه سرقة يبقى 6s كام 1 5d كام 10 عايز ال location it's okay اجمع 1 plus 10 تلاتة معايا 11 مستر لما المجموعة يطلع ب11 يعني الكولام ال11 بنكون موجودين فين بنكون موجودين في 1b يبقى معناك ان انا في جروب كام 1b بيسألني على الperiod اكبر رقم قدامك كام 6 يبقى معناك كده ان انت في الperiod الست فانا بقولك هنا fourth period غلط sixth period صح group 1b صح هنا sixth period صح group 2b غلط fifth period غلط يبقى الاجابة الوحيدة اللي صح هي b ان انا في الperiod الستة وgroup 1b السؤال اللي بعده x3 positive is a transition element is a transition element's iron its configuration is for s03d2 so the maximum oxidation state انا والله يا مستر كام دلوقتي 3 positive صح الماكسمام oxidation يعني اخسر كل ال s وال d طب هي ادي باقي فيها كام ادي يا مستر باقي فيها هنا اتنين طب اخسر اللي اتنين يا مستر فمعنى كده ان انا بدل ما هكون 3 لأ ده انا هكون دلوقتي هزيد اتنين فهكون كام هكون 5 positive بيبا اقصى oxidation بالنسبالي هو كام 5 positive بيقول لي the following table represent the value of ionization potential from the first to the seventh for the element x for the first transition series ده element موجود في first transition الراجل ده مديني الionization potential بتاعته اول سبعة فانا وانت هنمشي 600 بقت 1000 بقت 2000 2000 بقت 7000 مستر stop here يعني بس يا مستر مفيش حاجة اسمها مستر 7000 مستر انت كده مستر عملت حاجة في الكامستري بنقول عليها jump غير مرفوق غير متاح ما عنديش jump يعني مفيش حاجة اسمها jump كده وقف هنا يبا الراجل ده بيخسر كام 3 مين transition اللي منت بيخسر 3 بس هو 1 هو 1 اللي عنده oxidation state 3 post فقط مين اللي عنده 3 post فقط زي ما انت بتقول كده بالزبط هو الاسكانديم يبا معنى كده انا بسألك علي بقول لك قللي electronic configuration بتاع الراجل المحترم ده في حالة الاتوميك state فلما هجيب الالكترونيك configuration بتاعه في حالة الاتوميك state فهنروح انا وانت يا مستر نرجع الالكترونز فهي وفيه واحد معديه بقى واحد قال لي انا مش محتاج ده ما انا عارف الاسكاندي ايه الفرهادة ده يا مستر غلط الاجابة دي هي الاجابة الصح بيقول لي this element located فين الالمنت ده فين مستر اتنين واحد يبقى سري يبقى موجود في سري بي عايز احط معه اكسجن ما هو سري بوستو ووو تو نيجاتف يا مستر سيزورز هنا تو وهنا سري يبقى الاجابة اتنين والو تحتها سري يبقى ايكس سري يبقى الاجابة اكس سري السؤال اللي بعده بيقول لي the opposite figure represent the number of electron in the sub-level 3D of elements a b c and d knowing that the atomic number of element b is larger than that of element a بيقول لي خلي بالك ان الاتوميك نمبر بتاع B أكبر من الأتوميك نمبر بتاع A طب هو ليه مديني النوت دي عشان لو جيت بصيت هتلاقي إن عدد الإلكترون سخلي بالك الجراف ده بنقول إيه بنقول عدد الإلكترونز اللي موجود في 3D فهتلاقي هنا إن عدد الإلكترونز اللي موجود في 3D بيساوي عدد الإلكترونز اللي موجود هنا في 3D فهو كان لازم يقول لي مين فيهم اللي أكبر عشان الموضوع ده متكرر في حالتين حالة الكروميام والمانجنيز اللي 2 بدي 5 بس المنجانيس بـ 25 لكن الكروميوم بـ 24 وفي نفس الموضوع في حالة الكبر والزنك الكبر عنده D10 والزنك عنده D10 برضو بس الفكرة إن الكبر بـ 29 والزنك بكام بـ 30 فهو كان لازم يديني هنت مين فيهم اللي أكبر المهم تعال نشوف مع بعض ونمشي هنا أنا وإنت شايفين إن ده الفور تمام والراجل ده موجود هنا في النص وديه الـ 6 يبقى معنى كده إن اللي في النص ده كام يعني معنى كده إن عدد الأمبير ده إلكترونز أو عدد الإلكترونز اللي في الـ D هنا 5 وهنا برضو 5 يعني أكدنا ده بنقول إن هو 3D5 وده برضو 3D كام 5 طب الراجل ده يا مستر قال لي الراجل ده عنده 6 يبقى عدده هنا 6 يبقى 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 3D6 طب والراجل ده يا مستر الراجل ده موجود ما بين الـ 8 والـ 9 يبقى الراجل ده هنا موجود في النص اللي هو بكام بـ 9 تمام؟ ولا الراجل ده لا لا مش بـ 9 الراجل ده مضبوط على الثاجما احنا الادنا خانت يعني معنى كان هو 3D كام 3D8 طيب انا عرفت الاليمنز بس النوت هي اللي هتفيدني ليه عشان هو بيقولك اتوميك نومبر ال beh اكبر من الاي ما هي دي دي فايف و دي دي فايف اللي هو كروميوم ومنجنيز بس مين الكروميوم ومين المانجنيز المانجنيز اتوميك نومبر اعلى فمعنى كده ان المانجنيز هو بي والكروميوم هو ايه يبقى ده كروميوم وده يا مستر مانجنيز وستة ده يا مستر سري دي سيكس ده اللي هو الف اي والسري دي ايه ده يا مستر اللي هو نيكل ما انا لازم احلي كتير عشان اعرف يعني ايه يعني يا مستر لو انا مش عارف هروح اعمل وابدأ اعرف والله يا مستر اه سيكس ها ماشي و هكذا حدا ما وصل لسري دي سيكس ويبه هو ده الالمنت تعالى نشوف بيقول ليه the element which contains six ampered electrons is مين اللي عنده ستة ampered electrons اكيد السؤال فيها غلط انا ما خدتهاش دي اصلي يا مستر اقصى عدد ampered electrons انا وانت قابلناه كان خمسة اللي هو سري دي فايف صح اه بس هو الراجل ده محددش في انه ساب ليبل ايه هات كده كروميوم هو الكروميوم مش ارجون ايتين فور اس وان وسري دي فايف ايوه يا مستر طب ما هو معنى كده ان الكروميوم لما هتيجي ترسم الاس ساب ليبل هيكون جواه ampered electric ولما هتيجي ترسم الدي ساب ليبل هتلاقي جواه خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة فمعنى كده ايه معنى كده ان ده عنده واحد ومعنى كده ان ده عنده خمسة فمعنى كده ان total العدد الامpered electron اللي موجود هنا هما ستة امpered هما كام واحد امpered ستة امpered electrons طيب يبقى معنى كده ان الاجابة كون كروميوم اللي هي الاجابة ايه ماشي مش دي قصتي انا قصتي ان انت تاخد بالك من النقطة دي يعني هنا محدش عارف يحل السؤال ده قال لك مستر طب الف ايه بما ان هو دي سيكس ماشي دي سيكس لما ترسمها هتلاقي ان هم اربعة طب مستر ما يتمشيش معاك الامن قال لي هات الامن كده لما تكتب الامن هتلاقي نفسك بتقول فانت هنا عندك الكترون كمان فده كده مش امpered دول كده بيرد فده ما دخلش الحزبان فانت كده عندك هنا خمسة امpered الكترون الوحيد اللي ينفع يكون عنده ستة امpered هو الكروميوم تمام فبالتالي الاجابة تكون ايه اللي بعده بيقول لي دلوقتي انا عندي حد من دول لما يكون سري بوسطف بيكون عنده اربعة امبير فاحنا هنبدأ بيهم تعالى نبدأ بايه اللي هو الكروميوم فالايه لو تفتكر هو يا مستر ارجون اتين فور اس وان سري دي كام سري دي فايف تعالى هات لي يا مستر كروميوم سري بوسطف هخسر واحد من الاس وهخسر اتنين من الدي فمعنى كده يا مستر ان هو ارجون اتين سري دي كام سري دي سري طيب ما ديها مش ماشي انا عايزه سري دي فور هو عايز اربعة امبيرد صح عايزه سري دي فور او مثلا يكون دي سكس ايا ما يكون تمام فانا هنا مستر تلاتة امبيرد برا الايجابة وخلاص طب هات يا مستر اللي بعده مين اللي بعده البي البي اللي هو امين فهيكون ارجون اتين ايوه فور اس 2 سري دي فايف عايز انا امين سري بوسط فهخسر تلاتة هخسر اتنين من هنا وواحد من هنا فهيكون ارجون اتين فور اس مافيش وسري دي كام وسري دي فور فمعنى كده مستر سري دي فور يبقى لما ترسم هتلاقي ان عدد الامبيرد اللي موجود هنا هم اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة فيبقى عدد الامبيرد اربعة فالاجابة هنا تكون الامين اللي هو مين بي يبقى الاجابة هنا يا مستر هتبقى بي اللي بعده مين يا مستر اللي هيكون عنده سري بوسط وعنده خمسة امبيرد تعالى نعمل نفس الموضوع قالي بس خلي بالك انا خلاص بقى يعني انا لسه جايب ام ان سري بوسط وكان فيها اربعة صح؟ وجبت قبلها الكروم يم سري بوسط وكان فيها تلاتة فكده الا والبي بره اللعبة فهنبدأ من اللي بعده اخسر واحد من هنا اخسر اتنين من هنا واحد من هنا فهيكون ارجون اي تين ثري دي كام لما ارسم الفايف دول يا مستر فهيكون عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هيكون عندنا خمسة امبير يبقى سي فعلا لما بيكون سري بوست بيكون عنده خمسة امبير دي بقى الإجابة هنا تكون سي السؤال اللي بعده بيقول لي بيقول لي النوبل جزي الكسر يعني جروب 5 دي اخيرها تخسر كام قال لي ما هي جروب 5 صح يعني عندها كام فالانس خمسة الناسي خلاص يا مستر اعمل بطريقة السنة اللي فات تحط اس قدامك ودي ادي الاس حقه اتنين بقى كام من الخمسة تلاتة يبقى الراجل ده اخره يخسر كام الاتنين بتوع الاس والتلاتة بتوع الدي يعني معناك ان هو اخره يكون 5 بوست حلو لو عايز اخسر الالكترون اللي بعده فهنا كده ما هو ده اللي انا عايزه يبقى الراجل ده عشان يكسر الكمبليت لفيلد لازم يخسر السادس فيبقى كام 6 بوستو يبقى الاجابة تكون 6 بوستو مين المست ستيبل ايرن 2 لا يا مستر ايرن 2 مش مست ستيبل ده من الكتاب بتاعنا كانت دي 6 تايتينيوم 2 قال لي نشوف تايتينيوم لما نجينا من الالكترونيك كونفيجريشن ونخسر فهيكون دي 2 طب ايرن 3 يا مستر ايرن 3 فعلا دي دي 5 دي فدي اه دي مست ستيبل اه كوبالت 3 قال لي مستر كوبالت 3 فهتكون هي دي 6 فدي 6 برضو يا مستر مش ستيبل فالمست ستيبل هي دي 5 لو اللي تشوز كان فيه دي 10 فكنت اختار الاجابة تكون دي 10 عشان انا قلتلك في الفيديو الاولاني دي 5 ودي 10 لا دي 10 استابلتي اعلى which one of the following vanadium oxide is the most stable مين اكتر استابلتي في الفانديام اكسايد هنا مضطرين زي ما عملنا في الفيديو الاولاني نحسب الوكسيديشن نمبر ليه ونكتب electronic configuration الفانديام فوقه 23 أرجون ايتين 4S2 و3D كام 3D3 وبعدين احسب هنا Dr. ها Gesundheit وهنا احسب الفانديام 4 بستر هنا الفانديام 3 وهنا الفانديام 2 هجيب فانديام 2 هكون خسرت الاتنين بتوع الـ فانديام 3 فهكون 3D2 فانديام 4 فهكون 3D1 فانديام 5 فهكون 3D0 فمعنى كده ان الاس ودي فيديو فانا عندي great stability من الارجون فأعلى stability يا مستر هي تكون من ال five positive اللي هي الإجابة ايه. السؤال اللي بعده which was the following elements prefer to form the most stable compound of formula xcl2. مين في دول اللي يفضل ان هو يكون xcl2. قال لي طب ما انا لازم اعرف هنا ال x ده بكام. فلما هتيجي تحسب ال x هتلاقي ان ال x طلع بتو positive. مين في دول اللي اللي بيكون stable في ال two positive. طبعا كلكم جاوبتوا بسرعة وقلتوا ال mn وهي فعلا اجابة صح. ليه? عشان احنا خدناها already يا مستر في الليكتشر نفسها في الحصة نفسها. خدنا ان فعلا يا مستر ال mn في حالة ال two بيكون three d five. انا ما عرفش. هكتب electronic configuration titanium. ارجون يتين. ايوة. فور اس تو يا سي دي. سري دي تو. عايز تو فسري دي تو. مش stable. ال f اي لسه عاملينها من شوية. فهيكون دي سيكس. ال mn هخسر الاتنين بتوع الاس فهيكون باقي d5. الكبر لما اخسر اتنين فهيكون d9. فالمست stable هو d5. يبقى بالتالي الاجابة mn. the element which form with chlorine a very stable compound with formula mcl4. مين ده? قال لي mcl4 دي. يعني لما تحسب ال m هتطلع m4. بوستر. اخد بالك ان هو بيقول لك ايه? a very stable. يعني ما قالكش stable. ليه? اصل stable اللي احنا بنقولها من شوية دي. يعني انا هنا ما كنت بقول لك ايه في السؤال اللي قبله. stable compound. والسؤال اللي قبله. ازا مست stable. يعني اكتر واحد في الاستابيليتي. لكن ما قلت لكش very stable. ليه? اصلي very stable دي يا مستر. معناها great stability. معناها ان انا فاضي وما فيش عندي الكترون. طيب. طيب مستر هي for positive دي. كده معناها ان انت عندك great stability. يعني انت لما خسرت اربعة الكترون انت بقيت في great stability. طب ممكن ترجعهم لاصلهم بس عشان نتكلم. ماشي. هو انا كده يا مستر مش المفروض الاس تكون بتو. والدي تكون بتو. اه. فلما الاس تكون بتو والدي تكون بتو. وتخسر الاتنين فتبقى for positive D great stability. انا بقى عندي سؤال. هو الراجل ده فين? الراجل ده موجود في group 3B. قال لي مستر عايز group تعال نجيب group. 2 plus 2 4. يبقى يا مستر انت موجود في group 4B. طيب. يبقى مش group 3B. طيب. دي group 4. اه يا مستر group 4. يبقى لاجابة دي صح. group 2B غلط. طب group 1B غلط. يبقى لاجابة الوحيدة اللي صح ان الراجل ده يكون موجود في group كام? 4B. السؤال اللي بعده. مين اللي ممكن يكون عنده اعلى third ionization potential؟ الفناديم. قال لي والله يا مستر الفناديم ده لو تفتكر هو 4S2 و 3D3. الفناديم يا مستر بيخسر 2 و 3. يعني الفناديم بيخسر 5. فلا يمكن السرد بتاعته تكون عالية. فالاجابة دي غلط. الكروم يا مستر هو 4S1 و 3D كام و 3D5. الفناديم يا مستر بيخسر 6. لا يمكن في السرد تكون عالية. المنجينيز اه ايه منجينيز دي? انا معرفهوش. قال لي محتعرفش مين. اكتب. المنجينيز يا مستر هو 4S2 و 3D5. فيا مستر المنجينيز بيخسر 7 فلا يمكن التالتها اكون عالية. فالآيرن يا مستر 4S2 و 3D6. الايرن بيخسر يا مستر بس ما ليصلش للايت. فلا يمكن التالتها تكون عالية. المهم ان انا وقفت قدام السؤال وما لقيتش ولا اجابة نافعة. ليه? يا هون يا مستر كده اللي انت بتقوله ان هما كلهم transition فعندهم multiple oxidation state فاستحالة التالتة يعني تكون عالية اه. بس انا بكلمك التالتة تكون عالية بالنسبة لهم. يعني مين في الليتشوز ده ممكن يكون عنده اعلى تالتة. مش معنى كده ان التالتة لازم تكون jump. تمام? فانا هنا هاجي ابص وانا بخسر الالكترون التالت. انا بعمل ايه? فتعالا نخسر كده انا هنا هخسر من الاس اتنين الالكترونز. تمام? وبعد كده هخسر من الدي اللي هو الالكترون التالت. فانا هكون سري دي سري صح? عشان اخسر الالكترون التالت هكون سري دي تو. طيب هل ده stable? طيب هل ده stable? لا ده ولا ده يا مستر? stable. فبالتالي خسارة الالكترون التالت مش فارقة معايا هنا في حاجة. يبقى الراجل ده ما فيش مشكلة. طيب تعالا هنا هنا انا هخسر الالكترون من الاس والكترون من الدي فهكون دي كام? هكون سري دي فور. تعالا نخسر الالكترون التالت فهكون سري دي كام? سري. هل ده stable? طيب هل ده stable? لا. لا ده stable ولا ده ستيبل? تعال على اللي بعده. المنجنيز فور اس تو سري دي فايف. فهخسر الالتنين عشان اخسر بقى التالت فانا عندي سري دي فايف دلوقتي. هخسر منها الالكترون واتحاول وابقى سري دي كام? فور. واحدة واحدة. هل ده stable? اه. ده stable اه. اه فعلا. طب هل ده stable؟ لا. انت كده بتعمل ايه؟ انت كده بتحول حاجة stable لحاجة مش stable. يعني انت ماشي في طريق difficult بس مش طريق صعب قوي. هو صعب بس مش قوي. فمعنى كده هل الاتوم هتبقى والاين هتسيبني اقصر الدي بالسهولة؟ لا. فمعنى كده losing السيرد الكترون هنا اللي هي السيرد ionization potential هنا هتكون هاي. ليه هتكون هاي؟ بسبب مكاومة ان انا عايز افضل سري دي فايف. انا مش عايزة بقى سري دي فور. يا مستر ما تعملش كده. بس خلاص ما عندناش حل فلازم اكسر وابقى سري دي فور. فبالتالي المانجنيز هو اللي هيكون عنده اعلى سيرد ionization potential. طب هات الف اي يعني اش مانا ما جبتوش. هاخسر الاتنين دول. فهكون سري دي سيكس. عشان اخسر التالت هتحول وابقى سري دي كام فايف. هل ده ستيبل؟ لا يا مستر. ده مش ستيبل. طب هل ده ستيبل؟ اه يا مستر ده ستيبل. فبالتالي انا بحول الحاجة مش ستيبل لحاجة ستيبل. فده الطريق الايزي. فمعنى كده مستر ان السيرد ionization بتنشيال هنا. لا يمكن تكون عالية. ده انا هسيب لك نفسي. شي اللي عام الالكترون ده عشان اكون ستيبل. فالحاجة اللي فيها مشكلة كانت المانجنيز اللي هي الاجابة سي. سؤال بقى يا شباب بيقول لي عشان احوله من السري للتو. عشان اجاوب لازم اكتب الالكترونيك كونفجريشن. فلما اكتب الالكترونيك كونفجريشن اكس توينتي تو ده هلاي ان هو ارجون يتين. فور اس تو. سري دي كام يا مستر. سري دي تو. طب اكتب لي بقى الالكترونيك كونفجريشن التو بوستب يلا. هيكون ارجون يتين. ها? فور اس زيرو. ما تكتبش الاس مستر بتلغباتنا انت فور اس زيرو دي. ماشي عم. سري دي تو على تو. طيب. اكس سري بوستب. هيكون ارجون يتين. سري دي وان. طيب. انا عايز بقى ايه? اقارن بين السري والفور. فالتو اللي انا كتبه في النص ده مالوش لازمة. تمام? خلينا ايه? نقارن بين السري والفور بس. فلما حول الفور هيكون ارجون يتين واخسر اخر الالكترون. فكون سري دي زيرو. ما تكتبهاش يا مستر. خليها كده. فمعنى كده عشان تتحول من السري للفور. الفور دي يا مستر عندها جريت ستابيليتي. فانت كده ماشي في الطريق اللي بنقول عليه ايه? الطريق الايزي. طريق السهل. فبالتالي تحويلة السري للفور ايزي توكير. فبيقول ايزي توكير طبعا. دفكال توكير لأ طبعا. لا يمكن ده انا هسيب نفسي. بي اندي سيار كوريكت. لا طبعا. يبقى الاجابة الوحيدة الصح هي ايه? ايه? leaving the two solution in air for a period of time. it was not that one of them changed and became the same color of the other one. مين اللي يتغير? which one is changing? مين اللي يتغير? قالي انا عندي تو بوستر وعندي سري بوستر. واللي اتنين سعيبهم للهواء. بيقول لك بعد كزا يوم اكتشفنا او بعد ما سبناهم فترة يعني مش كزا يوم. بعد ما سبناهم شوية في الهواء. لقينا ان في واحد لونه تغير للتاني. يعني في واحد راح للتاني. يعني في واحد مشي وراح للتاني. هي reaction بتمشي فين? قال لي يا مستر reaction بتمشي في اتجاه تحقيق stability. ففي واحد راح عشان يكون stable. حلو. طب انا محتاجة اعرف مين اللي مش stable ومين اللي stable. فعشان اجاوب لازم اكتب electronic configuration. فلما هنكتب electronic configuration الاول الف اي فهنلاقي ان هو ارجون اتين فور اس تو سري دي سكس. انما لما نيجي نكتب electronic configuration ال تو بوستف هنلاقي هو ارجون اتين سري دي سكس. انما بقى لما نكتب سري بوستف يا شباب هنلاقي ان هو ارجون اتين كام يا مستر سري دي فايف. طيب ده معناه ايه? ده معناه يا مستر ان التو مش stable والسري stable. فلو في حد هيتغير لحد فالتو تتحول وتبقى سري. فالتو يحصل لها عملية oxidation. وغير كده وكده هو في السؤال كمان بيقولك انا سايبهم في ال air في الهواء. ليه? عشان تحط في دماغك ان عمل الاكسجن موجود. ان عمل الاكسجن موجود. ان مين اللي يحصل الاكسجن للتاني? التو يحصل الاكسجن ويكون سري عشان يا مستر التو مش stable. فيتحول لستابل ليكون سري. فاللي هيتغير. ال اجابة صحيحة يا مستر. فبالتالي هنا الاجابة تكون اي. السؤال اللي بعده بيقولي what do you conclude from? ايرن تو سالفيت ايرن تو سالفيت ده اللي هو اف اي تو بوستف. اتسكالار اتشينجد اف اتلفت ان اير فور الونج تايم. بيقولك لونه بيتغير لو انت سبته لفترة في الهواء. نفس فكرة السؤال اللي قابله. ال اف اي تو بوستف لما بنسيبه في الهواء اوتوماتيك بيتحول ل اف اي سري بوستف. فده لي لون وده لي لون تاني تمام? طيب هنا بيحصل عملية ايزي اوكسديشن. حوار الالوان ده احنا هنعرفه في لسون سري ان شاء الله. طيب يبقى يا مستر بكل بساطة التوب تتحول للسري مجرد ما بيسيبها في الهواء. بيقولك انت توقعت ايه او ايه اللي انت ترجمته من الكلمة اللي فاتت دي. اير نتو صالفات is strong reducing agent ثانيا. يعني reducing agent يعني بيحصل لأكسديشن. فاكيد اللي بيحصل لأكسديشن بسهولة بنقول عليه strong reducing agent. حلو. فمعنى كده ان الكلام ده صح? اير نتو اين is less stable than اير نتو اقل في الاير نتو اقل في من اير نتو ايه ده كلام صحيح برضو. components of air are reducing agent. الcomponents بتاعت الاير reducing agent هو الاير عمل ايه للف ايه مش الاير ده خلى الاف ايه يحصل له اكسديشن. يبقى الاير يعتبر يا مستر اكسديشن. خلانا انا يحصل لي اكسديشن. يبقى هو اكسديشن. ايه وانا reducing agent. عشان انا اكيد عملتله reduction. ما احنا قلنا الاير عمل لي oxidation. يبقى انا اعملت للاير reduction. فالاير كده اكسديشن. يبقى كده يا مستر الكلام ده غلط. a and b are correct. ايوة مستر a وب correct. يبقى الاجابة هنا تكون d. all the following compounds proves that copper is a transition element except. مين ال compounds اللي بتثبت ان الكبر transition لو تفتكر في الواجب الاول كنا بنقول ال two positive والthree positive هما اللي بيثبته ان الراجل ده transition. طيب فانا بدور على two three فلما جيت حسبت هنا لقيت ده two صح. لما حسبت هنا لقيت ده three صح. لما حسبت هنا لقيت ده one غلط. لما حسبت هنا لقيت ده two. يبقى ده بيثبت وده بيثبت وده بيثبت. انما الوحيد اللي ما بيثبتش. الone positive. عشان الone positive بيكون دي كام. دي تن. فما بنعتبرش ان الكبر لسه transition لما بيعمل الone positive. لازم يعمل التو والسري عشان نصدق ان هو transition. بيقول لي زا number of element in the first transition series. عدد ال elements اللي موجودة في الفرست transition series. عددهم كامل elements consists of ten elements. عشر element. طب ايه مستر فايدة السؤال ده? فايدة السؤال ده ان الناس كتير هنا بتختار انه هما nine. بس ده غير صحيح. عشان انا هنا بقول لك number of elements. عدد ال elements مش عدد الترانزيشن elements. وهما ten elements. the two elements from first transition series each one of them has only one oxidation state are similar in. مين اللي في الترانزيشن اللي عندهم oxidation state واحد بس لو تفتكر كنا بنقول اول ال table واخر ال table. اول حد عندي واخر حد عندي اللي هو الاسكانديم والزنك. بيقول لك ايه واجه التشابه في الاسكانديم والزنك? ولو تفتكر ان الاسكانديم كان three positive او كل group one b او three b والزنك كان two positive اللي هو في group two b. تمام? انا بتكلم على الجروب كلها. بس هو كده كده transition. same horizontal period موجودين في نفس الhorizontal period. اه هما موجودين كده كده في نفس الperiod اللي هي الرابعة. same vertical group لا ده في الجروب three b وده في الجروب two b. هما موجودين في نفس الhorizontal period بس. the three transition elements that have completely filled d sub level in their atomic state. مين التلاتة transition elements اللي عندهم d completely filled. يعني d ten. فهنا هو بيقول لي اسكانديم. اسكانديم مين ده دي one titanium d two vanadium d three غلط. iron fe twenty six صح? يعني four s two three d six. وكوبلت d seven ونيكل d eight غلط. zinc cadmium mercury. انا? مش دول بتاع group two b. مش ال zinc d ten. والcadmium تحتو d ten. والمركوري تحتو d ten. يبقى الاجابة دي صح? ماشي مستر? ها بص. كبر. فالكبر four s one و d ten برضو. السيلبر four s. لا five s one و d ten برضو. والجولد. يا مستر الجولد يا مستر six s و five d. يعني six s one و d ten برضو. يعني معنى كان ده d ten و ده d ten و ده d ten. و ده d ten و ده d ten و ده d ten. معنى كده ان المفروض c and d d r. مين يقول لي مين فيهم اللي صح? مستر? بيقولك the three transition elements. the three ايه? transition. يعني انا بتكلم على transition. عايز transition ويكونوا d ten. فالزينك والكاديم والمركوري هما عندهم d ten. بس هما مش transition. لكن الترانزيشنز مين? الكبر والسيلبر والجولد. دول ترانزيشنز وعندهم d ten. فبالتالي الاجابة هنا تكون الاجابة d. element x from group one b. while element y from group two b. d two b ها. so configuration of x. electronic configuration of x. n s two n minus one d nine. معنديش d nine. كلام ده خاطب. oxidation state are multiple for post x and y. مستر مش group one b. d. بتاعت الكبر. اه. الكبر عنده one post. و two post. و three post. و group two b. d. اللي بننهي بيها. الترانزيشنز اللي هو الزينك ومعندوش غير two post. يبقى هما. الاكس عنده multiple. لكن ال y معندوش. يبقى بالتالي الاجابة دي غلط. post x and y are transition elements. ايه مستر y transition. اه اكس transition فعلا. بس يا مستر. y مش transition. يبقى دي غلط. all the previous are incorrect. اه يا مستر. كل اللي فات ده غلط. مفوش قصلا حاجة صح. locate another transition element from deep block in the third transition series. بيقول لي انا عايز واحد. مش transition element. موجود في third transition series. هيكون موجود فين. مين يا جدعان اللي مش transition. كل transition مش موجودين. او اللي مش transition كلهم فين. في group two b يا مستر. اللي هي. اخر group. تمام? طب هو عايزه يكون third. في third transition. الفيرست يا مستر في الرابعة. والsecond في الخمسة. والthird فين? في الستة. يبقى الراجل ده هيكون موجود في الperiod الستة. وgroup two b. يبقى مستر period six. بس مش one b. period five غلط. period six صح. وgroup two b. يبقى اللي جابة c. هي اللي جابة الصح. first transition series consists of ten elements. start with scandium. how many protons in the nucleus of the last transition element in this series. عايز عدد البروتونز اللي موجود في اخر واحد فيهم. فعدد البروتونز اللي هيكون موجود في اخر واحد هو هيكون thirty. يا مستر يا مستر ما يتضحكش عليك. انا هنا عارف اللي هو ايه. بفرش سيريس consists of ten elements. بتتكون من كم? من عشرة elements. حلو. هي فعلا بتتكون من عشرة elements. عشان انا لسكانديم لحد الزنك. خد بقى الباقي. start with scandium. ماشي. how many protons in the nucleus of the last transition element? انا عايز اعرف عدد البروتونز في اخر transition element. مش اخر transition بس. لا اخر transition element. في اخر transition element يا مستر ده الكابر. ده اللي هو عندي كام يا مستر? عنده 29 الاتوميك نامبر بتاعه. فعدد البروتونز بكام? بتوينتي ناين. انا تعبت على فكرة والله من حتة ان احنا عاملنه ال element و transition element. فعشان خطر يخدوا بالكم. the element x end was electronic configuration for d8. the element y end was electronic configuration for d6. مستر الناس اللي هما d8 و d6 دول. و d7 اللي هو d6. و d7 و d8. معلوماتنا بتقول لنا ان دي الكولم الثامن والتاسع والعشر. فده كله موجود في group 8. مش عارف ده. فانت ممكن ترجع الورى. يعني ارجع الورى. ما انا دلوقتي d8. صح? فمعنى كده ان انا الاس لازم تكون بتو. و d6. فالاس تكون بتو. 2 plus 6 8. 2 plus 8 10. يبقى معنى كده ان ده الكولم الثامن والكولم العشر. وطبعا الكولم التاسع في النص. دول كلهم يا مستر اللي هما الجروب اللي اسمها group 8. طيب. they are only in the same group. هما موجودين في نفس الجروب. اه هما موجودين في نفس الجروب. ماشي. يبقى دي صح. they are only in the same period. مش دي 4D و4D. يبقى موجودين في نفس الperiod. يبقى دي كمان صح. they are locate in the same group and the same period. اه. دي اه صح. ليه? هي دي صح. و دي صح. هما موجودين في نفس الجروب. بس ما تقولش only. ليه? عشان هما برضو موجودين في نفس الperiod. يبقى ما تقولش only. فهنا انا قلت لك هما موجودين في نفس الجروب والبريد؟ آه هم موجودين في نفس الجروب والبريد. زيار نان ترانزيشن؟ لا نان ترانزيشن ايه مستر ده دي سكس و دي ايت مش محتاج اقولك ان هي مش دي تانية. بيقول لي السبليفل اللي اسمه فور اس في الترانزيشن المنت. في الايه؟ ترانزيشن المنت. هاي الزه جريته است ا منا نوبر. من اللي عنده ا اعلى ا ا ا ترانزيشن ال هي نايه؟ زينك يا عام بقى. يا عام بقى؟ يا عام انا بقول ترانزيشنerryمنت. فالترانزيشن ال هي نت يا مستر ما يبقاش الزينك. يبقى الكبر الليسوا بكام بي تويند و motivates سوى ل pixels فى دي كام في الاكم امك. انا عارف ان الكبر عنده abnormal electronic configuration فبيكون argon 18 4S1 و 3D cam 3D 10 فعدد الالكترونز هنا هو 1 electron يبقى الإجابة هنا هتكون 1 electron a group of element هذا general electronic configuration N S2 N-1 دي من 6 اللي هو 6 و 7 و 8 اللي احنا لسه حكينا عليهم دلوقتي حالا اللي هم group 8 تمام مين كلهم الناس دول كلهم صح مع ده مين فأول حاجة بيقول لي format from 12 transition elements آه ليه ايه ده مستر هو معلش هي group 8D مش موجودة في first transition وفيها 3 element وموجودة في second transition وفيها 3 وموجودة في third transition وفيها 3 وموجودة في force transition وفيها 3 السؤال ده كنا حلناه فأول حصة مش الفيديو اللي فات فدول 3 و 3 6 و 3 9 و 3 12 يبقى group 8D فيها 12 element واللي 12 transition عشان دي ستة لحد تمانية مفيش D10 يبقى ده صح exist between group 7B and 1B هل الكلام ده صحيح هي ايه group اللي قبل group 8 group 7B طب ايه اللي بعد group 8 group 1B يبقى هي فعلا موجودة ما بين 7B و 1B بيقل لي half the same chemical properties الرجالة اللي جنب بعض دول بيكون عندهم نفس chemical properties اهو برضو يا mister electronic configuration of its element is anomalous هل electronic configuration بتاعهم anomalous لا دي ستة وسبعة وثمانية دول ما افهمش اي حاجة يبقى الاجابة دي صح ودي صح ودي صح انما الاجابة دي هي الاجابة اللي غلط عشان هو مفيش حد فيهم عنده abnormal electronic configuration عشان احنا بنقول اصلا انا عايز ايه accept السؤال اللي بعدك يا شباب هنا بيقول لي بيقول لي if the electronic configuration of an iron x three positive وبيكون ارجون اتين so the element is عايز ال element يبقى رجعلي حكتي بعد اذنك فارجعلك حكتك الارجون بيجي بعده مين four s ادي له الاتنين بتاعه بقى معي واحد يروح مع مين مع three d حلو معنا كده مستر ان انا في جروب كام في جروب سري بي طيب بيقول لي transition element because it's oxidation state three positive الراجل ده يعتبر transition element عشان oxidation state بتاعه او عنده oxidation state three positive هو transition من غير oxidation state يبقى اللي اجابة دي يا مستر انا شاكك فيها وشاف ان هي مش صح عشان اصلا سري بوستف هكون دي zero فلو انت هتعرف ان انا transition من السري بوستف فده شيء مستحيل طيب كم not transition لا not transition مين يا مستر ده سكان دي يا مستر مين اللي not transition not transition مش مكمل طب اخر واحدة transition element because the three d sub level isn't field with electrons and it's atomic state صح الراجل ده transition عشان اديه not completely field في الاتوميك state ودي اجابة صحيحة بقى الاجابة الصحة هي d انما الاجابة a لا هو d sub level في الحالة دي هيكون بزيرو مش هنقول عليه incomplete field ده هو هيكون empty السؤال اللي بعده x y and z are three successive elements تلاتة متتاليين from the first transition series زر atomic radius زي مساعدتك شايف you can explain this number by ان الradius بتاعهم يعتبر relatively constant تقدر توصف ده باي increasing the atomic mass by increasing the atomic number زيادة الماس بيقدي او زيادة النمبر وزيادة الماس ايه دخل الماس في الradius ملاش علاقة يبقى دي بره اللعبة presence of isotopes for transition element مستر الaisotopes دي بتخص الماس برده بره اللعبة increasing pulse attraction between the nucleus and the electron and also increasing repulsion among electrons فعلا يا مستر اللي يخلي الradius بتاعنا يكون relatively constant ان الattraction force بتزيد والrepulsion force بتزيد فبالتالي تو opposite factor بيكنسلوا بعض فالاجابة c هي اجابة صحيحة تحت اخر وعدة بقيل لي multiple oxidation state ايه دخل oxidation states يا مستر اصلا بالقصة in industry we can make fe زائد mn alloy fe زائد cr alloy وهكزا بنعمل alloy كتير قوي بالtransition elements ليه يا مستر بنعرف نعمل alloy كتير بالfirst transition elements كنا جاوبنا على سؤال شابه ده بالزبط في الpart الاول عشان هو هنبقى نشيل كورة وحطوا كورة قده عشان هم عندهم نفس ايه الradius طبعا ما عندنا نفس الradius يبقى نقدر انا وانت نستعمل في عملية preparing الالويز او السباق هل بسبب الدينستي لأ عشان الماس بيزيد لا يا مستر الموضوع ملوش حلاقة بال الاتوميكا بيزيد الاتوميكا بيزيد عندي البروبيرتي دي بتقل لحد ما توصل للكروميوم وبتمشي يعني سيف لحد ما توصل لمن للكبر يعني الحتة دي بنقول عليها كونستان مين يا مستر اللي بيقل او مين الحاجة اللي بتقل من الاسكانديم للكروميوم وبعد كده تمشي كونستان الاتوميك راديوس بنقول الاتوميك راديوس بس كنا بنقول ان الاتوميك راديوس كان بيكون بسيط ومن الكروميوم للكبر بيبقى فبالتالي الواي اكسز او الفيرتيكال اكسز بيمثل يا مستر الاتوميك راديوس اللي هي اللي جابة دي اقصى نيكل ايزوتوب بالنسبة للماس بتاع اللي هو 58.7 اقل منه ولا بيسويه ولا يخبره لا انا لو فاكر فالنيكال كان عنده وكان عنده وكان عنده يعني الماس اللي عنده عنده واحد واللي بعدهم كلهم فما فوق فمعنى كده ان اتقل واحد فيهم بالنسبة لده هيكون اكبر ليه عشان احنا عندنا فبالتالي الماس بتاع اتقل ايزوتوب بالنسبة للنيكل الماس بتاع النيكل نفسه اللي هو 58.7 اول اربع موجودين عندي يعني يعني ماشي هو بيقول لي يعني مش بالترتيب طب ما تيجي احنا نرتبهم مش الدينيستي بتزيد من الاول للاخر يبقى اول واحد اقل دينيستي اقل دينيستي عندي هنا سري بوينت وان يبقى الاكس ده بسري بوينت وان طب الواي الرقم اللي بعده اللي هو فور بوينت فور طب الزد الرقم اللي بعده اللي هو بست الام اكبر حد فيهم اللي هو هيكون سبين بوينت و يبقى انا كده رتبت الدينستي تعال نشوف بيقول لي الزد بستة اه يا مستر الكلام ده صح طب اللي بعده لا ثانيا هو الاتوميك ماس بيزيد بس الاتوميك فوليام ما بيزيدش يعني معنى كده ان انت عشان توصف لي الدينستي بتاعتهم بتزيد لي قول لي ان الدينستي بتزيد بسبب زيادة الاتوميك ماس بس ما تقوليش ان هي بتزيد بسبب زيادة الاتوميك فوليام يبقى نص الاجابة صح وحتة الفوليام غلط يبقى دي غلط دي حتة في اليوزيس هناخدها بعد كده بس مش زد وام الاحسن في فدي احنا استبعدناها برضو او بلاش انت مش عارف دي صح انت مش عارف حتة الايرو بلينز بس انت متأكد من دي خلاص انا شاكك في دي طب تعالى نشوف ازاي انا اكبر دينستي واصغر ماس يبقى الاجابة دي كمان غلط يبقى انا وانت كده كده رفضين الاجابة بيه ورافضين الاجابة دي ومتأكدين من الاجابة ايه يبقى هنختار ايه حتة زد وام وموضوع الايرو بلين ده انا مش وصق فيه بقى ما كنتش اختاره وفعلا هو اصلا مش صح سؤال بعدك يا شباب بيقول لي أقل من كل او من اغلب الناس اللي موجودة مين هم؟ الراجل ده ما بيعرفش يعمل غير الثو والثري والفور طيب مين ده يا مستر؟ ناس كتير قوي اختارت نيكل اللي هو بتوينتي ايد بس انا قلتلك ان exception النيكل هو موجود في الماس بس انما في الدينستي النيكل الماس بتاعه مزبوط يعني الدينستي بتاعته مزبوطة يعني الدينستي بتاعت النيكل بتزيد وحتى لو فيه exception فالنيكل مش هيبقى اقل من اغلب الناس النيكل ممكن يكون اقل مثلا من اتنين بعده ومن واحد قبله يعني اقل من ثلاثة بس لكن انا بقولك هو اقل من اغلب الناس الدينستي بتاعته يبقى مستحيل يكون نيكل غير كده وكده النيكل اللي هو النيكل اللي هو الالكترونيك كونفيجريشن فور اس تو وسري دي ايد فهو عنده عشر الالكترون اه نيكل اعلى وده برضو من ضمن الحاجات اللي خلت الناس تختار نيكل بس هو مش معنى ان هو فور بوستف هو ما عندوش غير دول هو بيقولك ما بيعملش غير دول هو ما بيقدرش يعمل تاني النيكل يعرف النيكل يعرف يمشي معاك لحد يعني ينفع يجيب بس هو مش موجودين ما لهمش لازمة بس هو مش يعني ما يقدرش يعمل لا ما يقدرش يعمل ده يبقى حد اخره اربعة وكمان قلتلك ان النيكل الدينستي بتاعته ما فيهاش طب يا مستر مين اللي بعده فلما قول هنقول فور اس تو وسري دي كام وسري دي تو فور اس تو سري دي تو دي فمعنى كده ان الماكسموم اوكسيديشان استيت هنا هو وبوستف والراجل ده اللي هو تايتينيوم والتايتينيوم موجود في الاول فالتايتينيوم هو اعلى من السكانديوم لكن اقل من باقي الناس كلها فده شيء يخليني اختار التايتينيوم مهو التايتينيوم اخر Wesley واربعة وانا اللي بكلم عليه اخر واربعة هو أكتر إجابة وقعية بالنسبة لي إن أنا قدر أختار التايتينيوم يبقى بالتالي اللي تشوز بتاع إيه الصح هو التايتينيوم أو التوينتي تو توينتي فور طبعا هي فور اس وان و سري دي فايف فده عنده سيكس بوستف الراجل توينتي سيفن فده فور اس تو و سري دي فور سري دي سيفن فالراجل ده برضو لحد فور بوستف بس الكوبالت ما عندوش أي إكسيبشنز في قصة الدينستي يبقى الإجابة هنا هتكون تويني تو بيقول لي هنا بيقول لي بيصدي مين البي كده اللي بيصدي اللي هو لفي يعني انت عندك هنا البي ده هو لفي الراجل اللي فوق ده هو المستاكتف المستاكتف كان سكانديم والليستاكتف كان الكبر بيقول لي انا عايز احط الكروميوم ما بينهم فالكروميوم لو تفتكر هو بعد الاسكانديم وقابل الآير فالكروميوم المفروض يتحط هنا ما بين الاي وبي فانت هنا بتقول لي الكيميكا الاكتيفتي بتاعت ايه اقل من الكيميكا الاكتيفتي بتاعت السي ار هل الايه اقلم السي ار لا يا مستر الكلام ده غلط ده الايه ده هو المستاكتف طب ايه اقلم السي يا مستر الايه المستاكتف غلط كيميكا الاكتيفتي ايه اكبر من السي ار حلو والسي ار اكبر من البيل اللي هي الافي صح والافي اكبر من السي او اللي هي السي صح يبقى الاجابة سي هو الترتيب الصح سؤال اللي بعده بيقلي بيقولك احنا حطينا تلاتة المنت من الدي تمام والا اربعة المنت من الدي فاربعة تيوبس مختلفين بيقولك مين فيهم اللي هينفخ البلونة فاسرع وقت هو عشان انفخ البلونة دي معناي بيقولك انت عندك مية تمام وهتحط مثل فعشان يطلع حاجة تنفخ يعني لازم جاز يطلع يعني عايز تقولي ايه عايز اقولك ان حد هيتفعل مع المية فيطلع للنحية التانية هايدرجين جاز يعني حد يعمل ريبليس للهايدرجين عشان يطلع هايدرجين جاز عشان يبدأ الهايدرجين ده ينفخ البلونة فما فيش حد بيعرف يعمل ريبليس اصلا للووتر غير مين الاسكانديم يعني فيش حد هيتطلع على كايدرجين غير الاسكانديم فبالتالي يا مصر الاجابة هتكون اسكانديم طيب تعالى نشوف مع بعض اه فعلا الراجل ده موجود في جروب سري بي طيب هز انلي وان اكسيديشن ستيت صح فاوند انزاسيرد ترانزشن سيريس مستر الراجل ده فايف اس اه معلش نعاس فور دي فايف اس وفور دي معنى يا مصر ان الراجل ده فور دي فالراجل ده في الساكن ده ترانزشن سيريس يسبع لإجابة دي غلط كان ريبليس هايجين اوفوطر او مو جروب سري بي اللي هو الاسكانديم واللي تحته ريبليس الاسكانديام يبقى الحاجة الوحيدة اللي غلط هي اللي جابه C السؤال اللي بعدك يا شباب بيقول لي main transition element R its configuration in atomic state ended by 5D1 طيب so element 5D1 ده خلاص بقى عرفتنا D1 دي مستقر يعني group 3B الاسكانديام واللي تحته so element R relative to the following element element R بالنسبة للألمنت اللي بعده in the same series all the following except الراجل ده بالنسبة لللي بعده كل حاجة في دول صح معادة ايه higher chemical activity R بالنسبة لللي بعده higher chemical activity R does not have multiple oxidation state ايوه هو عند oxidation state واحد بس اللي هو 3 smaller atomic volume مش عارف smaller atomic mass متأكد من D ليه عشان ده بابدأ بيه فقال لي mass والmass بيبدأ يزيد بقى دي كمان صح تعالى نشوف دي بقى وهي اكيد دي الغلط هو يا مستر مش لما كنا بنتكلم على الاسكانديم قلنا الاسكانديم اكبر ريديس وبعدك يا ريديس فطالما انت اكبر ريديس يبقى انت اكبر volume يبقى الراجل ده هو الحاجة اللي مميز بيه انه هو اكبر volume يبقى كل ده صح معادة الاجابة من C السؤال اللي بعد كده بيقل لي water loses its hydrogen as quickly as possible by the effect of not metals مين الناس اللي بتطير الهيجن بتاع الووتر بسرعة group 3B يبقى group 3B يا مستر اللي هي فيها الاسكانديم والاتريم واللانسنم الرجالة الحلوة دي هي اللي بتطير الهيجن بتاعتنا بسرعة كده يا شباب نكون خلصنا الهومورك التاني بتاعنا في السنة يمكن الاسئلة كتير شوية بس احنا بنحاول على قدر الامكان ناخد اكبر قدر من الاسئلة عشان نستفاد اكتر واكتر ولعندك اي اسئلة غير دي تقدر تسأل على group الواتساب او تقدر تتواصل مع الارقام دي عشان تدخل groupات الواتساب اشوفك على خير يا شباب باي باي